السلام عليكم اليوم عندنا استعراض مذهل لشاشة OLED 8K من LG طبعاً هذا موديل ZX بحجم 88 إنش شاشة مذهلة بمعنى الكلمة هذا قمة ما وصلت لتقنية التلفزيونات وطبعاً دائماً لما يكون في تقنية تلفزيونات جديدة ورهيبة زي دقة 8K من يكون أول نوع من الترفيه اللي يطبقها؟ ألعاب الفيديو والكمبيوتر عندنا لعبة Forza Horizon 4 الآن نجربها هنا أحمد زميلي معاً يد يلعب هذا ليس فيديو هذه لعبة Forza 4K شيء مذهل بمعنى الكلمة أسف 8K شيء مذهل بمعنى الكلمة لو ترونها أمامكم طبعاً إذا كنتم مهتمين بتجربة الألعاب على ذات التلفزيون خصوصاً أننا استخدمنا كرت Nvidia من Zotac RTX 39 جديد المخصص لتشغيل الألعاب 8K روحوا فيه فيديو فيتروغامي يركز على تجربة الألعاب ونجرب فيه أكثر من لعبة هنا أنا أتكلم في الفيديو هذا اللي على الإلكتروني عن هذا التلفزيون كأمكانيات كمواصفات أي شيء يقدم ZX 8K OLED من LG خليكم معي بالفيديو بابدأ أتكلم عن المواصفات حبة حبة طبعاً يدعم دقة 8K عندنا حين مشكلة هي قلة محتوى الـ 8K محتوى الـ 8K نادر جداً الألعاب من أول الأشياء اللي تقدمه وبعض الألعاب تدعم الـ 8K الحقيقي لسه ممكن للألعاب وعن طريق الـ PC فقط طبعاً الشاشة تدعم دقة الـ 8K لكن لو شغلت عليها محتوى 2K أو 4K راح تسوي له أب سكيل أو ترقية إلى الـ 8K ما هي بجودة الـ 8K الحقيقي لكن شيء إضافي لك عشان أنت تتمتع بالمحتوى حقك بجودة أفضل لما تشغله على شاشة الـ 8K هذه طبعاً التلفزيون هذا لو شغلت عليه محتوى 8K من الـ USB أو شغلته مثلاً من اليوتيوب بحكم أن اليوتيوب بدأ يدعم دقة 8K التلفزيون هذا بيكون قادر على تشغيله مستقبل الـ 8K لسه بعيد بس شيء رهيب من النتائج اللي شفناها هنا ودنا كل شيء يصير 8K صراحة طبعاً من الأشياء الرهيبة في التلفزيون يدعم هذا موجه للـ gamers خصوصاً يدعم منفذ HDMI 2.1 وناتكلمت عنه بشكل مفصل في تويتر وقلت للناس ليس هذا الشيء مهم ليه لأن منفذ 2.1 بيخليك تشغل ألعاب 8K بيخليك تشغل ألعاب 4K طبعاً إذا كانت 4K إلى 120 إطار 8K إلى 60 إطار في الثانية زي هذه اللعبة اللي جالسين نلعبها تدعم إلى 8K إلى 60 إطار هذا حد الصيغة لحد الآن ففي منافذ HDMI 2.1 أنت جاهز لمستقبل الألعاب من الآن إذا أريدك تاقض هذا التلفزيون طبعاً هذه اللوحة الرئيسية للجهاز زي ما تلاحظون عندنا دعم AirPlay هنا عندنا منافذ HDMI هنا إذا نبينا نشبك الـ USB هذا الـ WebOS الجهاز يستخدم نظام تشغيل خاص بالجي اسمه WebOS نفس الموجود في تلفزيوناتهم الماضية لكن تم تطويره هنا علشان هذا التلفزيون الجديد نتكلم عن دعم أشياء كثيرة تطبيقات مهمة نتفلكس موجود Apple TV Apple Plus موجود Apple TV Plus نقدر ندخله على طول مباشرة ونشغل منه الفيديوهات عندنا الأشياء الرئيسية OSN Prime Video YouTube هذا الأبل TV طبعاً تشوفونا من هنا ما تحتاجون الجهاز منفصل تقدروا نشغلونا مباشرة من التلفزيون تسجلون دخولكم وتشغلونا مباشرة طبعاً هناك دعم للأوامر الصوتية نتكلم عن دعم Google Assistant أيضاً هناك دعم للأبل هوم كيت هذا شيء حلول لذلك عندهم أجهزة أبل ويدهم يضيفون التلفزيون عليها من ناحية سوفتويرية الأمور طيبة جداً هنا طبعاً اللي يحب أن يكون عنده تلفزيون LG OLED 8K أكيد راح يحب تجربة فخمة كاملة ما راح يعني يصرف كل هذا على التلفزيون وبعدين فغالباً يكون عندك نظام إحاطة صوتية فخمة جداً ما ناتع عندك أوديو رسيفر عندك سوند بار جداً راقي زي هذا السوند بار اللي موجود هنا من LG تبغي تشبكهم الحلو أن التلفزيون هذا يتقدم تقنية E-ARC منفذ HDMI 1 يشبك لك عن طريق E-ARC بالمعدات الصوتية حكتك عشان يعطيك صوت فخم جداً وتجربة كاملة متكاملة سينما منزلية عن طريق هذه التقنية E-ARC لا علاقة بموجود إذا كان عندك رسيفر مشبك فيه أجهزتك وديت الصورة للتلفزيون التلفزيون يرجع الصوت للجهاز الصوتي حقك عشان يعطيك الإحاطة الصوتية كاملة اللي موجودة طبعاً في تقنيات موجودة هنا رهيبة جداً نتكلم عن Dolby Atmos Dolby Atmos راح يطلع من التلفزيون مباشرة بدون نظام صوتي خارجي إذا ودك راح يسبب محاكالة Dolby Atmos عندك في البيت إذا تريد تستخدم سماعات التلفزيون ما تريد تستخدمها عندك نظام خارجي أيضاً يقدر يطلع لك صوت Dolby Atmos من البرامج اللي موجودة في الجهاز إذا شغلت محتوى من التلفزيون مباشرة يعطيك Dolby Atmos ويطلع بره للنظام الصوتي حقك للي مثلي أجهزتهم كثيرة التلفزيون ذا بيريحك أربع منافذ HDMI 2.1 عندك يستخدم طبعاً Wi-Fi 5 الصيغة Bluetooth 5 عندك منفذ ER كلينا تكلمت عنه عندك المنافذ القديمة حق الصوت عندك ثلاث منافذ USB عندك منفذ لسماعات الأذن أو الهيدسيت يعني تريد تركب سماعة مباشرة عليها سماعة تلبسها أنت تقدر في منفذ هنا للصوت يخص هذا الشيء في منفذ Ethernet عشان تشبك سلك الانترنت في التلفزيون مباشرة ويعطيك صوت يعني يعطيك انترنت أسرع من اللات سلكي فكل هذه الأشياء موجودة LG ZX OLED 88 إنش هو تلفزيون من فئة سيغنيتشر عند LG فئة سيغنيتشر تعتبر فئة فخمة من منتجاته يعني كأنك شركة سيارات عندها سيارات عادية وسيارات فخمة هذه منتجات التقنية الفخمة اللي موجودة عند LG هذا الحجم 88 إنش OLED 8K زي ما قلت لكم مستحيل تطلع الجودة أعلى من كذا طبعا كل شيء بحقه التلفزيون هذا السعر الأصلي 220 ألف ريال وحاليا عليه خصم كبير جدا والسعره حاليا 100 ألف أو 9 9 9 9 9 100 ألف ريال إذا كنت بيتقفز القفزة المهولة هذه بالجودة حاليا وتسبق الناس وتسبق الزمن وتسبق كل شيء أشكر شركة LG إنها أعطتنا الفرصة نصور التلفزيون نجي هنا في معرضهم الجميل هذا ونجرب ألعاب 8K اللي كانت معنا أوكي؟ لأن يوم إننا كنا نجربها ما كان في طريقة أفخة من إننا نجربها على تلفزيون زي هذا فشكرا لهم يعطيهم العافية أعطيكم أنتم العافية على المتابعة بإمكان الله كملوا معنا في إلكتروني استعرضات التلفزيونات وجديد التقنية دائما كان معكم محمد لبسيمي ومع السلامة